عدنا مشروع مول في على الكورنيش مشروع مول للمستثمر محمد شاكر هذا المشروع متلكة متلكة لسنوات طويلة طبعا حتى لما أخذ المشروع العقد يقول الأجر يبدأ من تاريخ التشغيل التجاري فالشخص هذا بنه هيكل وظل عشر سنوات متلكة فيفترض أنه تكون عليها غرامة أخيرية تساوي عشر بالمئة من قيمة المشروع وأجر مثل وهذا الشخص احتفظ بالمشروع عنده إلى فترة طويلة دون أن يتخذ إجراء بحقه بعدين باعه إلى شركة أخرى حتى تسوي المستشفى الآن هو مستشفى هذا واحد من المشروع هو يحق له؟ مشروع مجمع الكر يحق له يعني يبيع هذا المشروع من مول يتحول إلى مستشفى يصير؟ لا ما يحق له لكن يعني هي هذه القضية نحن نصور أنه نحتاج إلى قانون حتى نمنع هذا التجاوز على المال حقيقة القوانين موجودة نجي إلى مجمع الكرار في مدينة في قضاء الخضر هذا المشروع إنجازه أقل من واحد بالمئة عنده تأييد وطلب للحصول على قرض من المصرف التجارة الصور وأخذ قروض وأخذ عفاءات ضريبية على لا شيء الإجازات تأخذ ليس لأن يردون يسوي المشاريع حتى يأخذون العفاءات الضريبية العفاءات الضريبية شنو اللي يصير هيئة استثمار المثنى تمنح تأييد بإنجاز نسبة عشرة وعشرين بالمئة على مشاريع ما أنجز منها شيء على الإطلاق وبذلك تخسر الدولة أموال طائلة وهذا مو بس بالسماوة في المثنى موجود في كل الأماكن وموجود النص القانوني اللي يحاسب عليها ليش يعني إحنا محتاجين نص قانوني آخر نركنه بجنب النص القانوني القديم اللي ما تم تفعيله القوانين عندنا كثيرة اليوم التذرع بعدم موجود نص قانوني حقيقة تذرع فاشل